منا أستاذة الإسماعيلية ولقاء خاص مع كابتن إبراهيم حسن مدير الكرب نادي الاتحاد الأفضلية النهاردة كانت نادي الاتحاد السكندري نتيجة عادلة زي ما قال الكابتن إكرامي تفوق لتنين حراسر مرمى على بعض ولكن هي في النهاية ضربات الحظة الترجيحية كابتن حزم الشوت التاني قلنا قبل ما نروح لضربات الجزاء أن الأفضلية كان شوت أضعف من الشوت الأول ولكن كان واضح تفوق نسبي لنادي الاتحاد السكندري رغم أنهما كان بدايتهم مش قوية حتى في ضربات الترجيح ولكن قدروا يرجعوا المباراة بسهولة بس أنا أرى أن نادي المصر بشكل عام تغيير مدارب ما كده هو مدارب كويس كل حاجة بس هو الفترة اللي فاتت أنا بشوف أن هي بتبقى قوة دفع نظر المدارب بيجي جديد ولكن لو الأدموع تفضل زي ما هي زي مثل مشاكل كافية كابتن طارق فهتفضل المشاكل مع الوقت هيرجع تاني لعيبة عندها مشاكل وهتفضل حالة فنية للعيبة زي ما هي يعني الموضوع تغيير مدارب بيفضل مطش أو مطشين لو ما عندوش حاجة جديدة أو لو الفرقة في فضل المشاكل تفضل الأداء يرجع زي ما كان إن كان في مشاكل يعني فبالتالي المصري أنا شايف إن هو هيفضل في الحتة دي كتير يعني طول ما هو ما بتحعلش المشاكل بشكل رسمي الموضوع مش في المداربين الموضوع إن هو يعني إداريا بقى ماليا دي طبعا مشاكل أكيد كل الناس بتعاني منها المالية فبالتالي أنا ضد تغيير مدارب لمجرد نتائجي والحاجة لأن أسباب الجوهرية مش المدارب الأسباب الجوهرية بتبقى أشياء أخرى بتخلي اللعبة تنزل المطش وهم من شكلها مش كون عشان كده شروط تاني مختلف تماما بسرع مطش الأهلي يعني المصري في مطش الأهلي لعب لعب كويس ما لعبش مطش واحد عشان لعب مطش كويس وكان بيروح وشروط الأول لعب كويس آه شروط تاني تراجع عشان تقوة الناس لأهلي لما تيجي بص النهاردة النافس مختلف والدوافع مختلفة وبالتالي هتلاقي أداءه مختلف تماما شروط تاني بعيد جدا المصري ما عندهش حافز ما تحسش أنه عنده أنياب مع أنه عنده عناصر البشرية أكتر بكتير من كابتل حسام يعني كابتل حسام كان الله فعونه ما عندهش فرد يعني هو واحد وبيحاول محمود حمد يجي من تحته فقط وبالتالي كان المفروض أو الأكتر أنه يبقى عنده أدوات هجومية أكتر يبقى عنده حافز وبيلعب على ملعبه دي نقطة إجابية مفروضة يستغلها هو الوحيد الفرقة الوحيدة اللي في مصر بتلعب كل ما تشطف نفس الملعب يعني حفظ كل حاجة برضو إحساسك كنت نازل ده ملعبك بيفرق عن واحد جاي على فريق آخر يعني أنا بشوف بصراحة المصري ما هيفضل طول عمره في مشاكل لأنه طول عمره عنده أسهل حاجة غير مدرب من وانا صغيرة يعني مش بس الناس دي من وانا أم الله عظيم طول عمري من وانا صغيرة فرقة جميلة جدا والناس متحمسة جدا ولكن عندهم أسهل حاجة غير مدرب عشان الناس تسكت بس ما بحلش يعني ما فيش حلول جوهري أو أنا أنا شايف هما كل مرة بيغير مدرب والحلول زي ما هي طيب ما تسيب مرة مدرب يشتغل موسم يعني أنا ما عارفش تاريخي من مصري يا كابتن الطاري أنت صحاها لهل في موسم كامل مدرب واحد؟ لا في التاريخ بجد والله وما فيش وما فيش إدارة تقدر توجد جمهور موسم كامل لا 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 أكيد في حصل ممكن مع بوشكش بقى لا ده تتكلم في حاجة بقى من ده في التماينات لكن مثلا من التسعينات كده أعتقد لا لا ما عداش موسم كامل بمدرب واحد ودي مشكلة كبيرة جدا يعني أتمنى أن نصلح من نفسنا شوى الموضوع زي ما بقولك أنا بشوف دايما الموضوع ساعات ممكن مدرب ما يبقاش موفق في الأول لكن هيبقى كويس بعد كده يعني عيوب إدارية مع عيوب جمهور يعني جمهور متعودة على كده ما هو بصة أنا عايز أقول حاجة في موضوع ده أسف معايش تفضل جمهور برو سعيد متحمس دايما حماس غير عادي وحنا مطشنا معاه مثلا نقول نعم هناك مطش ضرب بنار وبيبقى يوم يعني ما يعلم بيه الله ربنا بقى شايلين همه من جمهور مش من اللعبة بس لأن اللعبة طبعا بتسخب مع الجمهور كانت مطش بقى صعب جدا بس لازم الإدارة وده بقى يعني في المفروض احنا في شكل تاني خالص مختلفة عن السبعينات والتمينات والتسعينات الدنيا اقتلفت في كورة القدم في العشرة صنوات دي بشكل رهيب جدا والناس حتى المصريين ابتدوا يتابعوا أوروبا والدنيا عاملة إزاي بارة فابتدى الناس تفكر أكتر شوية يعني عمر الأندية ما بتسمع كما الجمهور عف كل حاجة آه تسمع وتشوف وتشوف الصالح لازم الجمهور يعرف حاجة يعني أنا إمكانياتي إيه لازم الإدارة من أول الموسم يا جماعة أنا أهدافي المركز السادس من الرابع للسابع انتوا حاسبوني على كده في نهاية الموسم لكن أنا أمشي مطش بمطشه العمنا كويس انتوا أحسن من أجل صدر يقعد يشيلهم ويتطططوا أو أخسر وقعد في بيتنا الموضوع ده ما بقاش موجود في العالم كله غير عندنا احنا لازم أواجه من أول أبقى حاطة هدف كده يا جماعة يا رجل ده أنا هقعد السنة دي إن شاء الله هدفي من كذا لكذا ما تحسنينش أنا مش أخد دوري ولا أخد كذا المصري ما أحترام ما أخدش يعني الدوري قبل كده ولا بينفس على الدوري مثلا في آخر 20 سنة أعتقد يعني يعني كاز كل 7-8 سنين مرة وبالتالي الضغط اللي أنت بتعمله على المداربين بتوعه كل مرة هو سبب الأساسي إن ما بيخدش حاجة لأن ما فيش مدارب يتحمل الضغط إن كان مصري أو أجنبي بعد كده يعني فلازم الجمهور يعني هو من الحب ما قتل أحب كل حاجة لكن أعرف حدودك دلوقتي ممكن السنة الجاي لو أجبت العبات تلعب على الدوري لكن فرقة دي مش هجيب دوري أنا شاهد مثلا من الخامس للثامن ده كويس أنت السنة الفاتد كنت بالك سنة ملعبتش والسنة اللي بعد دي لعبت في دوري مجموعات وكنت معارض للهبوط فترات كبيرة والسنة دي الهدف مسلا من الخامس للسبع أو للثامن ده كويس السنة اللي جاية ألعب على الكنفطية يعني تهيئة يعني